موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو جديد في سوبر ماما لأول مرة تشوف فيديوهاتي انا بعمل فيديوهات عن ساحة البيبي وساحة الماميز عشان نبقى كلنا سوبر ماما عشان ينصلك مني كل جديد اعمل اشتراك في القناة من تحت الفيديو وفعالي زرار الجراز فيديو النهاردة سهل وبسيط هنعمل فيه وجبة البيبي مفيدة ومغزية وسريعة وهي شربة الخضور وهقولك ازاي نحاولها لتريلك خضور بمكون بسيط وسهل جدا يلا بينا نبدأ هتجيبي كسية وجزارية وبتطسية حجم وسط هنخسرهم كويس ونقشرهم وبعدين هنقطعهم حجم متوسط كله قد بعده عشان يستغلوا مع بعض وطبعا بعد ما نخلص هنقطعهم كويس جدا بعد جدا هنحطهم على يدوبك هنحط شوية مية تغطيهم بس انا هوريكو دلوقتي بس احنا منقطع الخضور مع بعض بالروحة عشان نقدر اتكلم معيكو يعني هنغطي هنغطي الخضور بشوية مية يدوبك تكونوا مغطيين الخضور بالزبط بحاجة بسيطة عشان كده احنا نعتبر كأننا بنسويه على البخار هقولك إزاي هنسويه على البخار علشان ليه بقى هنسويه على البخار علشان احنا لما بنسويه بنغلل نحط الخضور ويتسلق في مية الفوائد بتاعة الخضور بتنزل في المية فطبعا احنا مش هينفع نزود مية كتير وندلقها وندلقها وندلق الفوائد بتاعة الخضور فطبعا انا بحب بحط شوية مية صغيرين يدوبك بس تسوي الخضور وبحطه على النار نار هادية خالص بحيث انها انها تسويه بالبخار بالزبط ويبقى اي حاجة بسيطة كده الخضور ما يفقدش فوائده يفضل محتفظ بالفوائد بتاعته والفيتامينات وكل حاجة جوا احنا طبعا هنعمل هنجرب الوجبة دي بعد ما نكون جربنا كل مكون لوحده وتأكدنا ان البيه ما عندوش حاسية منه يعني نكون جربنا الكوسة لوحدها الاول المدة 3 سيام وبعد كده نكون جربنا الجزر لمدة 3 سيام مع الكوسة والجزر مع بعض وبعد كده هنجرب بقى اخر حاجة بعد ما نجرب الاول اسبوع اللي هو الكوسة لوحدها 3 سيام والكوسة والجزر 3 سيام هنجرب مع بعض اللي هو نعمل الوجبة دي بقى اللي هي الكوسة والجزر والبطاطس تمام؟ وان شاء الله البيه ما يبقاش عندو حاسية منها ويكلها وتبقى حلوة قوي بسيطة وخفيفة عليه ومفيدة وكمان بتفيده جدا في وقت التسنيم دلوقتي بعد ما قشرنا بعد ما قطعنا الخضار كله تمام هنغسله هننقله في طبق ونغسله كويس بعد ما هنأهم حاجة نغسله كويس متأكد ان هو بقى البطاطس طلعت النشا اللي فيها البطاطس تكون طلعت النشا اللي فيها تمام ويكون كل الخضار اتغسل كويس وبقى الشطفة الاخيرة يعني اللي هنحطها بقى على نحطها على النار نسويه على طول زي ما انتم شايفين كده الخضار اهو هتجيبي حلس تلس انا بحب بقى اعمل البيبي الاكل في الحلس تلس شايفين الميا بقيت وصلت لحد فين شايفين الميا وصلت لحد فين اهي حبة ميا دوبك بما غطيها الخضار بالزبط تمام هي بقى قدامكم وبعدين هحط رشة كمون الكمون بيقى مفيد جدا للبيبي بيمنع بيمنع عنه المغس والتقلصات وبيهدي قولون بتاعه وبيسهل عليه اللي هو يبقى عملية اللي هاضم يعني وبيسهل انه ما يجلوش مغس فانا بحط رشة كمون بتبقى حلوة او بتدي ناجحة حلوة للخضار بس ان شاء الله البيبي يعجبوا الخضار وياكلوا بعد ما حطينا رشة الكمون هنحط هنحط الخضار على النار. تعالوا مع بعض نحط على النار. هنوطي عليه خالص ونسيبه لحد ما يستوي. ايوان انا جبته لكو هو في نص السوى بتاعه. كده بعد ما خلص سوى خالص. دلوقتي هنجهز بتاعنا. ولو ما عندي كيش هند بلندر تقدري تستخدمي الخلاط. احنا هننقل المكونات بتاعة هننقل المكونات الخضار كلها بعد ما تسلقت. واستاو التميم هننقلها كلها ايه. انا جايبها لكم برضا عشان هوريكم كم متر مية اللي اتبقت فيها. دي طبعا مش هنرميها. عشان بحيس ان الخضار يبقى قوامه مظبوط للبيبي عشان بيبقى لسه صغير مش بيعرف يبلع. فطبعا مش هنخلهله في كطع كتير. كده بعد ما نقلنا في الوعائي بتاع الهند بلندر. انا بفضل تنقليه في الوعائي بتاع الهند بلندر مش تضربي في الحل على طول لان الهند بلندر الوعاء بتاعه ضيق وغويد. فبيضرب لك الاكل يعني كويس جدا وبسهولة. يلا نضربه مع بعض. كده بعد ما ضربناه. كده بعد ما ضربناه تمام بقى حلوة قوي. بقى سائل جدا ومناسب للبيبي. يلا نشوف القوان بتاعه. هورهو لكم دلوقتي القوان بتاعه عمل ازاي. ما فوش اي كتع ولا اي تكتلات. اضربيه كويس جدا بالهند بلندر او بالخلاط. عشان يطلع كويس قوي معاكي. دلوقتي بصوا القوان بتاعه عامل ازاي? حلوة قوي ولزيدة. انت اصلا لو يقطيها هتحب الاكلة جدا يعني. بسبب ان انت عاملة كل حاجة في البيت وكويسة ومتأكدة منها تمام. بصوا بقى علشان نحاول نحاول الوجبة في شربة الخضر اللي هي العادية دي في مكونين بنضيفهم. وانا بفضل مكون اللي هو السيميد. السيميد اللي هو بتاع البسبوسة. بتجيبيه وبتخسليه. وبقى زي ما احنا عملنا نفس الطريقة دي كده بتحطي عليه آآ بتحطي معلاء او معلقتين من السيميد. بتخسليه كويس. وتجيبي سيميد بدون اي اضافات. ولا سكر ولا ولا اي اضافات خالص خارجية. ولا مواد صنعية. تمام? وبس بتخسليه وتحطيه ويغلي معاهم وبعكد ربي في الهاند بلنتر. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. احنا دلوقتي عملنا وجبة البيبي الجميلة دي. ان شاء الله تعجب البيبي وياكلها بألفة هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني الفيديوهات تانية كتير وما تنسوش تقول لي عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجديدة. واشوفكم على خير ان شاء الله. ونكون كلنا كويسين بازن الله. واي حاجة عايزنا محتاجينها سيبولي في الكومنتات. وانا ان شاء الله نعملها مع بعض. وانت ستقولك على حاجة تانية. انا دلوقتي برضو بعمل الوجبة للبيبي تقضي يومين. عشان مش كل شوية بافضل عمله هو بيبقى بيزن. فممكن اعملها تقضي يومين. فبجيب بجيب علب التلاجة. اهم حاجة تكون مكتوب عليها رقم العلامة خمسة تكون اللي هي بتقبل الحرارة والدرجة الحرارة الاستخنة يعني وكده عشان نقدر نحط فيها وجبة البيبي المتبقية. دلوقتي اصلا انت له وجبة في في الطبق بتاعه ودي وجبة ايه اللي هاشلها. شايفين? تمام كده ايوة اهو. زبطناه مع بعض. هتخلصي وتشليه. هتسيبي يبرد خالص لحد ما يبرد خالص على الترابيزة وبعد كده هتشليه في الطلاجة وتقدري تاني يوم تسخنيه للبيبي عادي جدا بسهولة. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتم منه حاجة جديدة. ما تنسوش تقولولي حابين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. اشوفكم على خير. اشتركوا في القناة